عايزة أقول أن هناك في تطورات كبيرة جداً جداً تحدث في المنطقة إسرائيل لوحدها لم تكن لتستمر في تلك المنطقة لمدة أسبوع إسرائيل هذا الكيان المزروع بمساعدة خرطيم الأكسجين والفيتامينات وكل شيء من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن العالم الغربي كله السؤال الحقيقة لما زمان الدولة القومية العربية وجمال عبد النصر القومية العربية والوحدة العربية ودي لوحدها كانت كفاءة في حد ذاتها إحساس بالعروبة أن هذا الكيان الغريب مزروع بينه حدث ما حدث وتفرقت الدول العربية وأصبحت القومية العربية دي الناس تقولها تضحك عليها أو حاجات كده الحقيقة في تحرك مصري زكي وواعي يعني يمكن لم يعلن ولم يبلور بس وزير خارجية مصر والرئيس المصري كان في تركيا من أسبوعين وزير الخارجية فيه كلام مع إيران اتصالات مع إيران موجود في موسكو وزير الخارجية الآن فيه كلام حوالين ما يشبه التحالف تحالف الإيه بقى؟ القوى الإقليمية الحقيقية في المنطقة اللي هي مين؟ مصر السعودية، إيران، تركيا وهذا ليس تحالف للشر ولا للعدوان ولكن تحالف طبيعي جدا جدا في المنطقة في الإقليم دول قوية دول لها تاريخ ودول لها حضارة ودول تعداد سكانها كبير ودول مؤسرة جدا جدا فما هو المانع أن يكون بين هذه الدول تحالف؟ إسرائيل لعبت طول عمرها هي وأجهزة المخابرات على أن يقول لك إيه؟ إيران أخطر على العالم من إسرائيل إيران أخطر على مش عارف إيه من إسرائيل بحيث تخلي إيران هو الشيطان الأكبر وللأسف بعض المثقفين المتصهينين كانوا بيرددوا كلام كتير زي كده وأصبحت حقيقة والمخابرات الإسرائيلية نجحت في أنها تمرر المسألة دي أيضا كانت هناك محاولات من الجماعة الإرهابية الإخوانية في تركيا لجرفها عن مصرها عارفين أن تركيا دولة علمانية والدستور بتاعها علماني حاولوا يشدوا تركيا للإخوان حتى فائت وأصبحت تركيا دولة في المنطقة تشعر بوجودها وإنما العربدة الإسرائيلية اللي بتعملها شيء يفوق الوصف وبالتالي كان هناك فيه مش عايزة أقول تحالف إنما أقول ممكن وفيه تنصيق يعني فيه كلام مصادر بتقول إن وزير الخارجية بعد مسكن إن شاء الله يزور تهرام لبحث وقف الحرب النهاردة الحوسيين عملوا موقف غير عادي وهي رسالة مهمة جدا جدا أطلقوا صاروخ فائق الصوت وصل لإسرائيل في 11 دقيقة الحقيقة وعند تل أبيب الكلام كل المحللين بيقولوا لك إيه الله ده معنى كده لو انطلق من حتة قريبة شوية لو انطلق هذا الصاروخ البلاستي من جنوب لبنان ولا من حتة تانية وكم صاروخ ده هيكسروا الدنيا في إسرائيل خاصة إن كل الزعم وكل الوهم اللي عاشت إسرائيل تسبب بيه رضع لمن حولها إنها عندها الأوبة وعندها كذا تعطرد الصاروخ ما حد شافه وصل لتل أبيب وبالتالي إن تلك التقنية التي قام بيها الحوسي تجاوزت كل الوهم اللي إسرائيل أعدت بيه في المنطقة الأمم المتحدة بتحذر من تصاعد النزاع نزع في اليمن بذل الأزمة إنسانية والقاهرة هتستقبل الأيام المقبلة وفد من جماعة الحوسيين في اليمن في إطار المساء لحل أزمة اللي موجودة هناك يبقى إذن القاهرة بتلعب أدوار في منتهى الزكاء مع طهران مع تركيا مع موسكو مع الحوسيين مع لبنان مع حماس مع قطر بتتحرق إقليميا في إطار منظومة الأمن القومي يعني شيء رائع جداً جداً بالأمس كان وزير المخابرات ووزير الخارجية موجودين في إريتريا أنا يعني باختصار حضراتكم دي قبما تكون عنوين متنسرة إنما في التحليل النهائي الحقيقة تكتشف إن القاهرة بتلعب أدوار شديدة الأهمية وما بتتكلمش عنها ما شفناش المخابرات المصيرية طلعت تتكلمت ولا وزير الخارجية طلعت تتكلم ولا حد تتكلم زي ما البعض بيبعبع مصر الدولة الواثقة الرشيدة بتلعب أدوارها لحماية أمنها القومي في محطها العربي بهدوء ومنطق الواثق الحقيقة وبعدين في نفي طبعا كان في إسرائيل بتحاول تمرر كلام تقولك إن في تقارير عن إن قوات عربية تبقى في إطار محور فلادفلية والكلام ده غير صحيح فيتزامن مع ده أن الجنوب اللبناني يشتعل وإسرائيل ونتانياهو بيقولك إحنا نبدأ نوسع الحرب ونبدأ نعمل ونعمل في نفس كلام تقريبا إن كان في كلام على إن حماس بتعمل حكومة بتشكل حكومة تقريبا يعني تبقى جاهزة لإدارة الإدارة تبقى موجودة هناك كل تلك العنوين الحقيقة تشكل عايزين نقراها أفضل من يقرأها لنا لوقت دكتور سمير فارج كل سنوة حاجة طيب دكتور سمير كل سنوة طيب حضرتك وكل السادة المشاهدين ونقول عيد نبا والشعيف علينا كلنا على المصريين وعلى كل الأمة العربية والإسلامية طيب بعد التقديمة اللي ساتك قدمتها الجميلة دي طبعا ودور مصر العظيم اللي ما حاجح ينسى لأننا العصب الرئيسي في المنطقة النهاردة أستاذ الحسيين عملوا ضربة قوية مزلزلة لإسرائيل للمرة الثالثة الحسيين يضربوا صاروخ بركان اسمه بركان فارد بلاستي فارد صوتي يطلع زي ما ساتك قلت 11 دقيقة من اليمن لحد ما يوصل إلى تل أبيب العاصمة الإسرائيلية وبين وبين مطار بينجوريون البتاع العاصمة زي كده عندنا 6 كينو هذا الصاروخ قدر يعدي قوات اللي هي الأمريكية والفرنسية والإيطالية في البحر الأحمر ولم يستطيعوا أنهم يعني يتعرضونه كمان الثلاث أنظمة بتعتفع الجو في إسرائيل لم تستطع الناس سيط عليه فكانت ضربة نقول مزنزلة الإسرائيل النهاردة وحقيقة أنا لو من يتنياهو ألم يجيش وعد على جنب لأن كل يوم خسارة كبيرة تتخيل صاروخ يطلع من اليمن ويمشي 200 كيلو ويصل إلى عمق تل أبيب وبين وبين المطار 6 كيلو ولم تستطع أنها تستطع للأوبة الحديدية بتاعتهم على نظام أرو وحتى السواريخ بتاعتهم اللي تضربت وعد شزاياها على محطة قتل وهي أصابة الأفراد في حقيقة كانت ضربة كبيرة جدا جدا ليس الإسرائيل بس ولكن بقوات التحالف اللي موجودة في البحر الأحمر وده بيقول إسرائيل أنتو مهما عملتوا مهما كبرتوا هذه النهاردة الحسيين بساروخ اسمه بركان وده صناعة طبعا إيرانية قدر أنه ينفذ هذا الكلام ويدي الضربة وأصبح الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم والأسطورة دي صحطمت على إيدين حماس وحزب الله وده النهاردة الحسيين في اليمن أيوة ولكن التحركات السياسية المهمة جدا للقائرة دكتور سمير بيتشي عن شيء ما في المستقبل خاصة في ظل أن إيران حتى الآن لم تقم بالرد خاصة في ظل أن نتنياهو القناة العبرية 13 بتقول أن نتنياهو قرر توسيع الحرب في الشمال اللبناني هل القاهرة تستبق نيرون إسرائيل المسمى نتنياهو أن بيهبد المعبد على الجميع طالما هو لن يحقق انتصار فالقاهرة تسبق كل ذلك بعمليات إطفاء لما سيحدث في المستقبل القيارة أي مبدور كبير جدا وهم عارفين الكلام ده ويمكن عايز أقولك من ثلاثة أيام حصل موضوع الناس عديته في مصر أمريكا بعد أربع سنين توقفت فيها المساعدات العسكرية لمصر مليار وتلتمائة مليون رجعتها أمريكا من ثلاثة أيام بعد أربع سنين قطع لأن قيمة مصر في المنطقة وتعود قوة واحدة قدام إسرائيل لصالح الأضياء الفلسطينية عطاق الدعاجة كبيرة بس لازم كل المصرين يعرفوا أن مصر لها أتقل الرئيسي في المنطقة وفي كل التحركات أنا أظن كمان أن ربما الزيارة المتقال وزير الخارجية لإيران يا فندم حتى ربما تكون وأنا أسف التعبير لكل الإيرانيين يعني ربما تكون إيران أحد الأوراق المهمة في التفاوض مستقبلا حوالين المنطقة بشكل عام بقى يعني لأن أمريكا وإسرائيل بيحردوا تحريط كيل فإذا تم تطويع إيران إلى القوة العربية أكيد تبقى قوة مضافة كلام سياتك مية المية النهاردة إيران لها أربع أزرع عسكرية في المنطقة وهي اللي بتودير كل شيء في المنطقة فوجود التفاوض المصري مع إيران حيبقى لا شك له قيمة كبيرة جدا في هذا الموضوع وأعتقد أن وجود وهو ده قوة مصر أنت مع روسيا القوة رئيسية الموجودة اللي لها قوتها في المنطقة والنهاردة مع إيران وإن كنت قبل كده مش هو مع تركيا دي قيمة مصر في المنطقة لأنها العنصر الأساسي عشان كده أنا مع حضرتك تماما أن قوة مصر وتحركاتها الشياسية في المنطقة أعطاها زخم كبير والنتيجة الأول مرة من أربع سنين نحن عملنا إيه أن نحن أمريكا أعادت لنا المعونة العسكرية مليار وثلتمائة مليون اللي كانت موقوفة بقى لها أربع سنين أشكرك شكرا جزينا اللي هو دكتور سمير فارغة للقبير استراتيجيا الكبير شكرا جزينا